قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات والألبسة يشغل القطاع حوالي 75 ألف عامل وعاملة ويساهم بـ 29% من إجمال العمالة في القطاع الصناعي ويبلغ إجمال عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات 1062 منشآة في مختلف محافظات المملكة نطلع أكثر على واقع القطاع وبيئة العمل وأهمية هذا القطاع من الميدان تنضم إلينا زميلتنا ليلى خالد صباح الخير ليلى الكلمة لكي تفضلي صباح الخير معاذ وصباح الخير لجميع المتابعين نحن الآن متواجدين في مادبة في مصنع M.A.S الصافي يعني هذا المصنع يعد أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية في الأردن وله 57 فرع في مختلف أنحاء العالم للحديث أكثر عن المصنع وبيئة العمل سنقوم بعدة لقاءات في البداية راح نلتقي بالمدير الإداري السيد مساعد حوطات صباح الخير صباح الخير وأهلا وسهلا فيكو في M.A.S الصافي مادبة أستاذي إحنا حابين نحكي في البداية لمحة سريعة عن هذا المصنع تمام هذا المصنع من ضمن سلسلة مصانع بالعالم زي ما تفضلت حضرتك 57 مصنع بالعالم هو وجد هون برؤية ملكية لتقليل عداد البطالة بمنطقة مادبة وبالذات بمنطقة مليح وذيبان هذا المصنع فيه حوالي ما يقارب من 600 موظف 90% منهم من أبناء مادبة أبناء وبنات مادبة فيه عنا تقريبا 10 موظفين من عمان وزرقة هم مفنيين وكل السبلايرز وكل الناس اللي بيشتغلوا مع هذا المصنع هم من مادبة فهي فكرته كانت رؤية تنفيذ لرؤية جلال سيدنا اللي يطول عمره بتنمية المجتمع المحلي وتنمية هاي المنطقة طيب سيد مساعد احنا في البداية حابين نلتقي مع مجموعة من العاملات لديك إذا سمحت فريح نلتقي هون صباح الخير يعطيك ألف عافية لننتعرف على حضرتك وأدي إليك شغالة بهذا المصنع أنا اسمي ساجدة لقبلات صار لي هون سبع سنين والحمد لله الشغل المنيح وهيني ممشي والتعامل ما شاء الله عليهم وكل إشي تمام طيب إذا حابين نسألك على بيئة العمل كيف بتحسي بيئة العمل موجودة بهذا المصنع بيئة العمل منيحة وكل إشي منيح والتعامل منيح وما شاء الله عليهم المدرة والشؤون وكلهم يعني متعاونين معنا يعني ما شاء الله عليهم شكرا إليك ساجدة شكرا سيد مساعد عنا سؤال آخر حول موضوع الكورونا وفترة توقف الأعمال ثلاث أشهر في هذا المصنع كيف حافظتم على العمالة إحنا في فترة كورونا الثلاث أشهر زينا زي باقي قطاعات بالمملكة يعني نطرينا أن نوقف الثلاث أشهر هذا المشان سلامة الموظفين ومشان سلامة المجتمع والحمد لله إحنا ما يعني ما عملنا أي تيرمينيشن أي فصل لأي حدا من الموظفين ما قللنا أعداد ما خصمنا رواتب طول هاي الفترة يعني كل حدا كان بيستلم راتبه كامل بدون أي اقتطاعات والحمد لله برضو ولا أي كايند من تيرمينيشن أو لا سمح الله أنه قللنا أعداد كان أنا بعتبرها تجربة رائعة ويممكن تكون قدوة لباقي المصانع والشركات أنه هاي ظروف بتمر فيها يعني ظروف صحية بتمر فيها العالم كله فلازم نحافظ على الناس اللي عندنا وعلى الموظفين اللي عندنا طيب إحنا رح نلتقي بك كمان صبية أحد العاملات صباح الخير نتعرف على حضرتك وتحكي لنا أدي إليك شغالة بهذا المصنع أنا اسمي مريم علي أكمان سورية الجنسية اللي من 2-5 سنة شغالة بهذا المصنع فالوضع الحمد لله كويس ومعاملة كويسة طيب تقدري تحكي لنا عن ساعات العمل بهذا المصنع هل هناك أوقات معينة للاستراحة بيئة العمل وجوه لأ ساعات العمل مناسبة ثمان ساعات وفيه ساعات صلاة وفيه ساعات استراحة غدا فالموضع الحمد لله كويس تمام شكرا لك للحديث أكثر عن المصنع ونحكي فيه على إحنا حكينا عن أعداد العاملين وإنه 90% منهم من سكان المنطقة بدنا نحكي كمان على الأقسام الموجودة في المصنع هل هذا ست المصنع فيه أربع أقسام رئيسية اللي هي قسم المستودعات اللي بنستلم فيه للأقمش اللي بننتجها بعدين بفيه عندنا قسم القص وقسم الإنتاج اللي احنا موجودين فيه حاليا وقسم الجودة هدول الأربع أقسام الرئيسية بالمصنع اللي هم يعني الأقسام الرئيسية للعملية الإنتاجية إحنا هلأ الموظفين عم يوصلوا صراحة لأنه دوامنا بيبلش الساعة 8 فهي الموظفين الموجودين بتحبي كمان تعمل اللقاءات مع حدا منهم أهلا وسهلا فيكم تفضل صباح الخير إحنا حبينا نتعرف عليكي تحكي لنا أدى إليك شغالي بهذا المصنع أهليني ساد صباحك هذا سادية إسحاق إلي تقريبا سنة في المصنع هوني طيب أنت خلال هاي السنة يعني أنت توظفتي بعد جائحة كورونا بدنا تحكي لنا أكتر ما شدك وخلاك تقدر تستمري وتظلك موجودة في مكان عملك والله الحمد لله يعني المصنع كتير منيح ووضعه تمام نظام تعامل كويس رواتب منيحة يعني أمورنا الحمد لله تمام طب هلأ من أهم العوامل اللي بتخلي المرأة دائما بالعمل أو تترك سوق العمل خصوصا أنه الأردن بس 14% نسبة النساء المشاركات هي طبعا قضية المواصلات بالإضافة لقضية الحضانات هذا المصنع يؤمن المواصلات والحضانة للعاملات فيه إحنا حابين نحكي عن قسم الحضانة لأنه غالبا مش راح نلحق نوصل لمنطقة الحضانة نحكي أدي إلها موجودة عندكو أدي عدد الأطفال أدي عدد الأمهات الموجودين في المصنع تمام هلأ إحنا مواصلات الموظفين عندنا مؤمنة من الشركة بدون أي مقابل طبعا من الموظفين نفسهم بأوقات محددة بيأخذوهم من المناطق سكناهم بكل أجزاء مادبة وزي ما حكيت لحضرتك كمان في عنا ناس بنجيبهم من الزرقة ومن عمان بالنسبة للحضانة إحنا في عنا تقريبا 27 أم مشتركين بالحضانة عدد الأطفال عندنا 40 هي الكابسيتي الحضانة عندنا 40 طفل هدول الأمهات صراحة يعني إذا صدف هلأ نشوف حدا منهم تحكي معه تشعري براحة شديدة يعني مبسوطين كثير بموضوع الحضانة وهو شيء مميز لأنه مش كل المصانع مش كل الشركات مش كل الأماكن فيها خلينا نحكي هاي الحضانات فالحضانة إحنا بنفتخر فيها دائما إحنا بالنسبة لنا يعني شيء نفتخر فيه ببرامجنا بضيوفنا دائما بنحب نورجيهم الحضانة اللي عنا إذا صار مجال وشفناها رح نشوف الأطفال والأمهات كيف بيحطوا أطفالهم كيف بيعاملوهم الألعاب الموجودة فصراحة الحضانة شيء رائع يعني إذا في مجال أنه أي مصنع آخر أي مؤسسة أخرى عنده معداد عمال كبير زينا يعني شوفوا موضوع الحضانة لأنه تشعري براحة الأمهات بشكل رائع يعني وبالآخر همم الطمنين بنفس الوقت لا سمح الله أي طفل بيتعب بيمرض إحنا في عندنا هنا العيادة فيها دكتورة وفيها ممرضين بيقدموا الفيرست ايد للأطفال بيشوفوهم وإذا لا سمح الله حتاج التحويل لدكتور خاص أو مستشفى برضو بنأمنهم يعني طيب أستاذي بعد إذنك سؤال أخير إحنا بدنا نحكي عن الحد الأدنى للأجور منذ بداية السنة رفعوا الحد الأدنى لمتين وستين بتقدر تحكي لنا على رينج الرواتب الموجودة عندكو في هذا المصنع كنهاية للقاء لا هو الحد الأدنى للأجور لقطاع الملابس هو ميتين وعشرين لباقي القطاعات هو ميتين وستين ومنتمنى إن شاء الله يعني لأنه هذا قرار مش قرار شركي أو قرار مصنع هو قرار حكومي فمنتمنى أنهم يعني يعملوا هذا الشيء لنفس قطاع الألبس زي باقي القطاعات إحنا لحد الأدنى للأجور ميتين وعشرين موظفينا بيأخذوا امتيازات زي بدل حضور بيأخذوا زيادة سنوية بيأخذوا اللي هو بنسميه إحنا بلغة العمل اللي هو البونس أو الإنسنتيف فالحمد لله رب العالمين يعني بعتبر الوضع ممتاز هون والوضع المادي إحنا كمان يعني ما عنا مثلا بالنظام العقوبات والله إحنا نخصم على حدا لا هذا بشركتنا إحنا مش موجود الأمور المالية الحمد لله ممتازة يعني يعني إحنا منشكرك سيد مساعد يعني على هاي الجولة اللطيفة والسريعة من أحد المصانع في منطقة مادبة يعني معاذ هذا كانت الأجواء في المصنع الألبسة M.A.S ونتمنى إنه كل المصانع اللي بالأردن تكون يعني بتوفر بيئة عمل مناسبة للعمال وللعاملات بالتحديد لزيادة مشاركة النساء في العمل والصورة لكم نعم شكرا لك ليلى وشكرا لضيفك ونتمنى توفيق للجميع